طيب خلينا نروح لفقراتنا بس الحقيقة قبل ما نروح لأخبارنا في تعليق مهمة محتاجين نقوله طبعا احنا تابعنا في السوديو الأبطال من يومين مباراة الكرة الطائرة الأهلي والزمالك فوزنا 3-0 انا بس يعني مشهد معين كده عايزة يعني اتكلم عنه طبعا نتيجة والفنيات كابتدنا اتكلموا فيها وحضراتكم تابعته المستوى الفني الرائع اللي ظهر به نادي الأهلي خلينا اقول لحضراتكم الظروف اللي سبقت هذه المباراة قبل المباراة طبعا حصل هجوم كبير جدا على فرقتنا وتقال كتير وتقال وتعاد وتزاد ولكن كابتل محمد مصالح ميده واللعبين ما استمعوش لأي كلام من هذا القبيل ولا أي نيجاتف انرجي بتتصدر للفريق هم ركزوا في حاجة واحدة بس الرد في الملعب وده دايما اللي بقوله الكبير بيرد في الملعب ما احنا ممكن يعني احنا اكيد اللاعبين والجهاز الفني من القدرة انه يقدر يملأ الدنيا صياح ويرد على المنتقدين بشكل كبير الفرقة ترقت هزيمة مفاجأة من نادي بتروجيت خليته في المركز الثاني طوال دور الاول مباراة نادي الزمالك ومحترف بيتسجل قبلها بيوم وكلام بيتقال كتير وفرقة كبيرة فرقة مش عارف ايه فرقة لا راحت عليها كلام ده كله ما شغلش الجهاز الفني ولا اللاعبين ردوا في الملعب وكان الرد محترم 3-0 وتسايد المباراة اغلب فتراتها يمكن الشوط التالت بس هو اللي كان في ندية ولكن الاول والثاني النادي الاهلي كان يعتبر وان سايد جيم الرد الفني دائما بيكون قبلك كتير جدا من الرد على السوشيال ميديا او الرد في الاعلام وده النادي الاهلي والكبير قدروا كده الكبير لازم يكون كده يرد في الملعب واحنا كابتل محمد مسال حميدو واللعبين ادونا حتى درس واحنا عارفينه ولكن درس عاملي احنا هنرد في الملعب 3-0 عندنا مباراة جاية ان شاء الله تشوفوا معناه في اخبارنا مباراة جاية ان شاء الله نكسبها لتسايد الدوري بالمرتاح فرق نقطتين وان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا مباراة بعد المباراة نوصل للمباراة النهاية ممكن نكون خلاص حسابنا الدوري زي السنة اللي فاتت وتصبح المباراة مع المنافس تحصيل حاصل ولكن اقل متأكد ان اللعيبة بتعمل عليها وبتقدل عليها وبيحققوا ارقام وهنقول لكم كمان الارقام الكبيرة اللي حققوها في الاخبار مع كرة طائرة بيحققوا ارقام عالمية تسجل باسم النادي الاهلي فريق كرة طائرة الحقيقة زي ما هو طائرة بيطير في حتة تانية الحقيقة مخلي رقبتنا كأهلوية في حتة تانية خالص